السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً لكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع وهو الدرس الثالث من دروس الوحدة الأولى بعنوان جمع العداد الصحيحة الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو جمع عددين صحيحين سالبين استكشف يزيد المطر من ارتفاع منسوب المياه في بركة ماء بينما يقلل التبخر من ارتفاعه يبلغ مستوى الماء في بركة ماء حالياً 2 دي سيمتر فوق حد الامتلاء كما هو موضح أمامك في الصورة المطلوب A. ابحث عن أنماط في المعادلات المبينة في الجدول حتى تتمكن من كتابة الأعداد الناقصة صف العلاقة التي تلاحظها B. هل ناتج جمع العددين 2 و-6 عدد موجب أم سالب؟ وضح إجابتك سنقوم عزيز الطالب بالإجابة عن الأسئلة التالية بالاستعانة بالرسمة بركة الماء وخط الأعداد ماذا يمثل العدد 4 على خط الأعداد؟ كما هو واضح أنه يمثل أعلى البركة أحسنت ماذا يمثل العدد 0 على خط الأعداد؟ أحسنت عزيز الطالب أنه يمثل حد الامتلاء وماذا يمثل العدد 4 على خط الأعداد؟ رائع إنه يمثل قاع البركة سؤال ابحث عن النمط في الجدول ماذا تلاحظ بشأن الأعداد المضافة ومجموعة؟ حتى نجيب عن هذا السؤال حيبنا نقرأ الجدول نلاحظ أن ارتفاع مستوى الماء الابتدائي كان عند 2 دي سي ميتر ولم يكن هناك تغير أي أنه لم يكن هناك تبخر فإن ارتفاع مستوى الماء النهائي يعبر عنه بجملة الجمع 2 plus 0 equals to 2 كذلك لو أصبح ارتفاع الماء عند 1 دي سي ميتر بسبب التبخر ونعبر عن ذلك بجملة الجمع 2 plus minus 1 equals to 1 أما إذا انخفض مستوى الماء بمقدار 2 دي سي ميتر أي أننا نصل إلى حد الامتلاء وهو 0 دي سي ميتر نستمر بنفس الطريقة والانخفاض بمقدار 3 دي سي ميتر يعني أننا نصل إلى 1 دي سي ميتر تحت حد الامتلاء أي أننا وصلنا عند minus 1 على خط الأعداد عند الاستمرار بالانخفاض بسبب التبخر بمقدار 4 دي سي ميتر نلاحظ أننا وصلنا إلى 2 دي سي ميتر تحت حد الامتلاء والذي يعبر عنه بالعدد minus 2 لقد وصلت عزيز الطالب إلى أنه كلما تناقص العدد المغاف بمقدار 1 تناقص المجموع بمقدار 1 كما هو موضح أمامك في هذا الجتول السؤال الثاني أي عددين أحدهما هو معكوس الآخر لقد تعلمت عزيز الطالب سابقا معكوس العدد ولا بد أنك تعرف أن مجموع العدد ومعكوسه مساوي للصفر فنلاحظ أن العددين 2 و-2 يمثلان عددا ومعكوسه لأن مجموعهما حسب هذا الجدول يساوي صفر فضلا لا أمرا عزيز الطالب أوقف الفيديو وقم بحل استكشف خلال ثمان دقائق أحسنت لابد أنك عزيز الطالب بعد إجابتك عن الأسئلة السابقة أنك وصلت إلى إجابة الفرع A نلاحظ هنا أن مجموع الأعداد الموجبة كما تعرف هو عدد موجب دائما ولكن عندما تكون القيمة المطلقة للعدد الموجب أكبر من القيمة المطلقة للعدد السالب يكون مجموعهما دائما موجبا نأخذ مثالا ذلك 2 plus minus 1 equals to 1 أيضا عندما تكون القيمة المطلقة للعدد السالب أكبر من القيمة المطلقة للعدد الموجب نلاحظ أن المجموع يكون عددا سالبا كما في 2 plus minus 3 و2 plus minus 4 بالنسبة للفرع B كما لاحظت عزيز الطالب أنه إذا أكملنا النمط في هذا الجدول بنفس الطريقة نزولا نتوقع أن يكون مجموع 2 و minus 6 هو عدد سالب ننتقل عزيز الطالب إلى التركيز على ممارسات الرياضيات ابحث عن العلاقات افترض أن موسى والماء في البركة بدأ عند 2 دي سيميتر تحت حد الامتلاء أنشئ جدولا لتوضيح الارتفاع الابتدائي للماء والتغير بالدي سيميترات والارتفاع النهائي الجديد للماء فضلا لا أمرا عزيز الطالب أوقف الفيديو وقم بحل التركيز على ممارسات الرياضيات خلال 5 دقائق أحسنت عزيز الطالب لا بد أنك قد كونت الجدول الصحيح وحتى نتمكن من إجابة على هذا السؤال يجب أن يكون لدينا جدولا فيه الارتفاع البدائي والتغير في ارتفاع الماء والارتفاع النهائي لمستوى الماء كما هو موضح أمامك بما أن ارتفاع الماء البدائي 2 دي سيميتر تحت حد الامتلاء فيكون الارتفاع البدائي دائما عند ماينس 2 وعلى فرض عدم وجود التبخر أي أن التغير في ارتفاع الماء هو 0 يكون الارتفاع النهائي للماء عند ماينس 2 فلم يحدث أي تغير أما إذا كان التغير ماينس 1 أي انخفاض بمقدار 1 دي سيميتر تحت حد الامتلاء فيكون المستوى الجديد للماء عند ماينس 3 نكمل بنفس الطريقة فلو كان التغير انخفاض بمقدار 2 دي سيميتر أي ماينس 2 يصبح المستوى الجديد للماء عند ماينس 4 وعندها عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى قاع البركة أي أنه لا يمكننا الاستمرار في إكمال الجدول لعدم وجود المياه فقد تبخرت كلها ننتقل الآن عزيز الطالب إلى السؤال الأساس كيف يمكنك استعمال القيمة المطلقة في جمع الأعداد الصحيحة؟ حتى تستطيع فهم السؤال الأساس لا بد أن نتذكر القيمة المطلقة لقد درست فيما سبق أن القيمة المطلقة لعدد ما هي المسافة التي يبعدها هذا العدد عن العدد صفر على خط الأعداد تكون المسافة موجبة دائما مثلا القيمة المطلقة لماينس 4 كما تلاحظ على خط الأعداد الذي أمامك أن ماينس 4 يبعد أربع وحدات عن العدد صفر على خط الأعداد فعندها تكون القيمة المطلقة لماينس 4 كذلك لحساب القيمة المطلقة لتو بما أن العدد 2 يبعد وحدتين على العدد صفر على خط الأعداد تكون القيمة المطلقة لـ 2 equals 2 أما بالنسبة للقيمة المطلقة للصفر فبما أن العدد صفر يبعد صفر وحدة عن نفسه فتكون القيمة المطلقة للعدد صفر equals 0 ننتقل الآن عزيز الطالب إلى المثال الأول صفحة 20 من كتاب الطالب والمتعلق بجمع عددين صحيحين سالبين تريد خولة تعديلها إحدى الصفر وتستعمل لذلك تطبيقاً لتعديل الإمالة ما إجمالي تعديل الإمالة؟ سنقوم عزيز الطالب بحل هذا السؤال بطريقتين الطريقة الأولى تكون باستعمال خط الأعداد لتمثيل إجمالي تعديل الإمالة حتى نعرف مكان البداية على خط الأعداد نبدأ بالضبط على صفر مما يعني أن الإمالة كانت عنده صفر درجة ومن ثم التعديل إلى ماينس 4 درجة تعني أننا بعد البداية عند زيرو درجة ننتقل أربع وحدات إلى اليسار ينبين التعديل الأول الذي نقداره ماينس 4 أما التعديل إلى ماينس 6 درجات إضافية تعني الانتقال 6 وحدات إلى اليسار لتبين التعديل الثاني الذي مقداره ماينس 6 كما هو موضح في السهم ليكون إجمال التعديل يساوي ماينس 10 تلاحظ أن مجموع ماينس 4 و 6 يقع على بعد 6 وحدات إلى يسار ماينس 4 لنستعرض طريقة الحل الثانية وهي بجمع الأعداد الصحيحة لإيجاد إجمالي تعديل الإمالة ماينس 4 بلاس ماينس 6 لأننا تحركنا 4 وحدات ثم 6 وحدات في الاتجاه نفسه على خط الأعداد إجمع القيمتين المطلقتين لإيجاد مقدار الإمالة وهذا يعني القيمة المطلقة للمينس 4 بلاس القيمة المطلقة للمينس 6 إيكوالس 4 بلاس 6 إيكوالس 10 يمثل العدد 10 هنا مقدار الإمالة ولأنك تحركت إلى اليسار مرتين فإن ناتج الجمع يكون عزيز الطالب سالبا ومنها نحصل على أن مينس 6 بلاس مينس 4 إيكوالس مينس 10 وعندها يكون إجمال تعديل الإمالة يساوي مينس 10 انتبه عزيز الطالب أن كلا العددين هو عدد سالب فإن الإمالة سالبة أي أن مجموعة عددين سالبين هو عدد سالب ننتقل الآن عزيز الطالب إلى حاول أن تحل صفحة 20 من كتاب الطالب سجل علي انخفاضا أولا في درجة الحرارة مقداره 2 سيليسيس وانخفاضا ثانيا مقداره 3 سيليسيس ما إجمالية التغير في درجة الحرارة فضلا لا أمرا عزيز الطالب أوقف الفيديو وقم بحل السؤال خلال 5 دقائق أحسنت لقد قمت بعمل رائع هيا بنا نتأكد من حلك نلاحظ أن علي سجل انخفاضا أولا مقداره 2 سيليسيس أي أن العدد الذي يعبر عن هذا الموقف هو مينس 2 وانخفاضا ثانيا مقداره 3 سيليسيس أي أن العدد الذي يعبر عن هذا الموقف هو مينس 3 نقوم بجمع العددين للحصول على إجمالية التغير في درجة الحرارة مينس 2 بلس مينس 3 نلاحظ أن كلا العددين هو عدد سالب فنجمع القيم المطلقة لهما القيمة المطلقة للـ مينس 2 إكوالس 2 القيمة المطلقة للـ مينس 3 إكوال 3 2 بلس 3 إكوالس 5 ليكون الناتج النهائي مينس 5 ملاحظ أن إشارة المجموم هي سالبة والسبب أن كلا العددين هو عدد سالب ويكون إجمال التغير في درجة الحرارة هو مينس 5 ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى أقنعني هل ناتج جمع عددين صحيحين موجبين هو عدد صحيح موجب أم سالب وضح إجابتك فضلاً لا أمراً عزيزي الطالب أوقف الفيديو وقم بحل أقنعني خلال 5 دقائق أحسنت لا بد أنك قمت بعامل رائع الإجابة الصحيحة هي عدد صحيح موجب لو لاحظنا أننا إذا رسمنا عددين صحيحين موجبين على خط الأعداد فإننا سنتحرك دائماً في اتجاه واحد هو الاتجاه الموجب أي أن التحرك نحو اليمين على خط الأعداد بدءاً من أي عدد موجب لا يمكن إلا أن ينتج عدداً موجباً ونكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو شكراً لكم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته